السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي مواطن مغربي يعيش في النظر عنده واحد المشكل مع القنصوليات ديال إسبانيا وبغيتكم تبقوا مع هذا الفيديو التالخر ونعرفوا شنا هو هذا المشكل أي ما تسمع إيج المشكل يمغارك مواطن مغربي يتعيج دانت ديال النظر يعني وكيوي غاس المشكل غاسك القنصوليات الإسبانية يتجد دانت ديال النظر أتمنى لك الإخوان أتقوم بكنا نجد فيديو لكي نسمع المشكل يمغارك أكسيدية أكل قنصوليات إذا كنت مواطن مغربي يتعيج دانت ديال النظر صراحة إذا فعيفيزها إذا فعيفيزها غزال المشكل الذي سيوقع عنها إذا فعيفيزها إذا فعيفيزها وسم شحنته يتسجد رشواغ روح غالي واكلة مواطنة المهمة يتصل على المشاكل يعني غيو ذلك أن يتقن فيزا التأشيرات السنين التي تعانوين المشكلة مقرن لكي توضيها فيزا وفي نهاية الماطاف وبالتالي باللغة تشتغل ضغطية إتباع الإنساء ويجب المجتمع تملك المجتمع قد قد تسمى من التطور الإسبانيا لذا اذا اكتبت جيد من المجتمع ويجب الكثير من المشكلة قد تفصل بكثير ويجب أن يصبح عملك الله يحسنت هل تعالى أن تكونوا عن الأشياء يتعقب مليون من الناس يتعقب مليون من الناس ولكن انت واي في امواله انت واي في امواله يملك ما فيسا و لكن المترجم يتكلم ويشعر نفس الحياة كل مصرحات في المبقرة يتبعون أن يقومون فيها لا يزال من التنية يعني أقول أنها ليس بارسلون بي رمي يعني أنا ببعض بسرعة يعني العرمي يترضي بيضية لالجنبور أعني صراحاً تعيش في الحقرة يعني أسبانيا والجبون يعني لا يحاولون على ما يسمع وأن أسبانيا وهذا المغربة لأن أي مواطن مغربي يدفع الفيزا ولكن في نهاية المطاف وانزل الى الفيزا ولهم يحزن أخوتي أخواتي واحد سيد مواطن مغربي كأيش في الناظر بغيت تفعل الفيزا يعني وجدك الوراق كاملة لكي تحتاج الاشيالات ومن بعد بغيت تفعل الفيزا جنهار اللي غديز في فيزا مشابش الفيزا رفضوه ولكن الاسباب بأن القنسول الاسبانية ما دلتش الاسباب ها فين بقتل اخوة الاسباب ما كانش علش رفضوه ما عارفش ولكن هو صراحة معصب هو حاليا كيقول بان انا كان عايش واحد الحجرة معاهد القنسولية دل اسبانيا حقروني هو عارف بان الفلوس ما غادش يرجعوا ليهم ولكن هو كيطالب بالفيزا كيطالب من القنسولية دل اسبانيا باشتعطي الفيزا وكما كيقول هو كيقول بان علاش عادوك الناس اللي كي يدخلوا عابرة عابرة مليليا واسبتا كيدخلوا اه المليليا وكيدوهم البرسلونا والمدريد كيصابوا لهم الورقة انا اللي درت القانون يعني درت شي حاجة قانونيا ما عطتونيش يعني الفيزا هو صراحة كيعيش واحد الحجرة اه في هذي الايا وحنا يا بغينا هاد القنسولي اسبانيا عليش درت هذا الشي ما فهمنا اولو حتى انا درت درت الفيزا ولكن دات لي الاسباب الاسباب هو اه الكون فيانسا فابتوني الاخوان لان هو كي يقول ان انا ما درت شي حاجة اه باش يعني نعرف علاش معطونيش الفيزا وحنا يا كي ما عرفنا بان اسبانيا والمغرب داروا واحد الاتفاق مش داروا التسهيلات مش عطوهم كاملين فيزا ولكن في نهاية المطاف مش فينا لا فيزا ولهم يحزنوا هوت اغواتي لاحبتكم متبخلوش عليا بليلكو البرتاج باش نستمر في القناة المتواضعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته